السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحيات لجميع مرحبا بكم فيديو جديد وفجأة أصبح المحللين الرياضي في الجزائر يتحدثون عن مؤامرة خطيرة لإسقاط شبيبة القبائل من الدرجة الأولى في الدور الجزائري لكرة قدم في هذا الفيديو غالي استمعوا لعلي بن شيخ المحلل الرياضي في أول تعليق له على ما حدث لهذا الفريق في الدور أمام نادي بارادو في مجزرة تحكيمية مضبرة لإسقاط أحد أعرق الأندية الممثلة للقبائل نادي شبيبة القبائل ينتظر امتحان صعب في ربع نهاي دور أبطال إفريقيا أمام التراجي التونسي بينما في الداخل وعلى مستوى الدور يعاني في أسفل الترتيب بسبب سوء التسييئ والتواطئ مع أياد خفية تريد تنحية هذا الفريق من القسم الأول في الدور الجزائري إذن إخواني خليكم استمعوا لما قاله علي بن شيخ فضل الموضوع ما تنسوش لايك الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس باش يصلكم دائما كله جديد وخليوا لي تعليقاتكم في الموضوع تحية لكم